من الرياض ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي مبارك العاتي سيد مبارك ما هي فرص نجاح هذه المحادثات مساء الخير يعني واضح أن السعودية من خلال هذه المحادثات تريد تحقيق تقدم الموس مبدية أمل بأن تكون الطهران على مسؤولية وأن يكون هناك خطوات عملية أو على الأقل رسائل إثبات حسن نوايا من إيران وتثبت بالفعل أن المحادثات ستثمر عن نتائج ملموسة هي تحقق الاستقرار للمنطقة ما هي هذه الخطوات؟ تعتقد أولى هذه الخطوات التي ينبغي على إيران أن تقدمها إعلان توقفها عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية تنصلها من دعم الميليشيات الإرهابية أو على الأقل إعلان توقفها عن دعم الميليشيات الإرهابية وفي رأيي أهم ملف من هذه الملفات هو توقف عن دعم تمرد الحوفي ودعم تحقيق السلام في اليمن أعتقد أنها السطوة الأولى المطوبة من النظام الإيراني يثبت بالفعل جدية في تحقيق السلام في المنطقة في رأيي وفي اعتقادي أن اليمن ملف مؤثر في أمن المنطقة وفي أمن الجزيرة العربية بالذلك على إيران بالفعل أن تبدأ أولى خطواتها برفع يدها عن الشأن اليمني برأيك إلى أي مدى اليوم سيد مبارك في حال تم فتح هذا الخط وأتت المحادثات بنتائج إيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين يمكن أن تنعكس على ملفات ساخنة في المنطقة والإشكالية دائما أن مفاوضات إيران تتسل دائما بطول الوقت وغالبا لا تفضي إلى نتائج حقيقية وهذه إشكالية دائما تنعانيها مع النظام الإيراني سبق أن أجريت محادثات كثيرة مع النظام الإيراني سبق أن صدقنا الرئيس هاشمير أفسنجاني الرئيس أحمد النجاد لأربعة عشر يوم ومع ذلك ما يلبك أنه دلطاراني إلا وأن ينقص على العقب في اعتقاد أن النظام الإيراني ليس جادا في العملية السلمية مع دول المنطقة هو يريد أن يعدد من أسلحة فيه لمفاوضات فيينا مفاوضات فيينا تلقي بظلالها حقية على المشهد السياسي في المنطقة ولذلك مفاوضات في المنطقة ما هي إلا جزء من مفاوضات فيينا شخصيا أعتقد أن النظام الإيراني لن يقدم نتائج حقيقية على أرض الميدان سيطيل أمد المفاوضات كيف تتوقع أن يكون الموقف الأمريكي من هذه المحادثات السعودية الإيرانية؟ إدارة بايدن بكل تأكيد أن إدارة بايدن ستعرب عن دعمها لهذه المحادثات وستؤكد على تحقيق أمن وستقرار المنطقة نظام إدارة بايدن يهمها بالفعل نجاح المفاوضات فيينا في الرجوع إلى اتفاق خمسة زايد واحد وحودة النظام الإيراني للانتزام بذلك التوقف وهذه الملفات الثلاثة يتبق عليها العالم أجمع وتوقف عن البرنامج النووي الهاتكري وتوقف عن البرنامج الصاروخي الباليسي والملف الآخر وهو الأهم ونكثر فعليا وتوقف عن تدخل في شون داخلية الدول العربية وزعزة استقرار الدول هذه الملفات يتفق عليها المشمع الدولي غد النظام الإيراني شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي مبارك العاتي كنت معنا من السعودية